كيف تبدو برأيك حتى اللحظة المواجهة بين حزب الله وإسرائيل حتى في ظل أن التقارير تتحدث عن أن هناك تصعيد أمريكي على أذرع إيران في سوريا والعراق هل ينعكس ذلك التصعيد إذا ما تم على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية؟ بالتأكيد لأن هناك التزام بين الساحات والجبهة اللبنانية تعيش على وقع التطورات في المنطقة أكانت تلك المتعلقة بشكل مباشر في المعركة الدائرة في غزة أو تلك أيضا التي نراها في البحر الأحمر وبالتالي نحن أمام مواجهة بين إيران عبر حلفائها أو عبر أذرعتها في المنطقة والطرف الإسرائيلي من جهة ولكن الطرف الأمريكي من جهة ثانية وهنا لابد من الملاحظة أن هناك مصاران يعني مصار عسكري في مواجهة إسرائيل يعني إسرائيل من جهة حماس وحزب الله من جهة ثانية ولكن هناك مصار مختلف موازي ولكنه أيضا مرتبط بهذا المصار وهو يعني يرى مواجهة بين الولايات المتحدة بشكل أساسي والحوسيين من جهة والفصائل التي تعمل لصالح إيران أكان في العراق أو في سوريا وبالتالي هذا ما يعقد الأمور بشكل كبير يعني في الماضي القريب حينما حصل الاتفاق على الإفراج عن عدد من الرهائن في نوفمبر من السنة الماضية كانت الملف كله مرتبط كان ملف واحد ولذلك حينما أعلنت الهدنة رأينا أن الجبهة اللبنانية شهدت جمودا تاما وبالتالي هذا الأمر غير محسوم اليوم لأن الاتفاق على تحرير الرهائن في غزة أو وقف إطلاق نار أو هدنة في غزة لا يعني أبدا إطلاقا وقف المعارك على الجبهة اللبنانية لأن إسرائيل أصبحت تواجه معضلة مختلفة وهي سكان شمال إسرائيل وسكان شمال إسرائيل لن يعودوا إذا ما رأوا أن التهديد الذي يشكله حزب الله ما ذلك موجودا على حدودهم الشمالية نعم دكتور رفض أنصاف الحلول الذي تحدث عنه وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب ألا يمكن البناء على أنصاف الحلول هذه والتي تحدث عنها ديفيد كاميرون لربما في زيارته أموس هوكستين في زيارته لبيروت في ظل أساسا حاجة أي اتفاقية كبيرة أو حل كامل لهذا الموضوع واتفاق كامل مع إسرائيل لحضور رئيس للجمهورية وفي ظل وجود شغول رئاسي أساسا في الدخل اللبناني هذا تصريح من جهة إيجابي ولكنه من جهة يطرح تساؤلات كبيرة نعم حل نهائي هو الأساس لحل مستدام وترسيم الحدود بشكل نهائي هو أيضا مقدمة لحل مستدام ولكن السؤال ماذا يجب أن يكون الوضع حتى الوصول إلى الحل النهائي هذا هو السؤال هل تبقى الشبهة مفتوحة أم وهذا هو المطلوب من وشهة نظري تطبيق اتفاق الهدنة الاتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل الذي وقع عام 1949 هو الإطار لاستقرار بالحد الأدنى في حينها لم يكن السلام مع إسرائيل مطروحا وهو اليوم ليس مطروح ولكن بانتظار ترسيم الحدود بشكل كامل بانتظار حسم مسألة مزارع شبعة والتي سوريا هي طرف فيها أيضا ليست مسألة عالقة بين لبنان وإسرائيل فقط فبانتظار ذلك الحل وبانتظار توفر شروط حل مستدام ونهائي لابد من تأمين حد أدنى من الاستقرار وإطار هذا الحد الأدنى من الاستقرار ممكن وإطاره هو من جهة اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وقرارات الأمم المتحدة لسيما القرار 17-01 نعم دكتور في ظل أن الفترة الأخيرة كان الحديث حول وقف تمويل الأونروا يتواجد وتداعياته لماذا يثير وقف تمويل الأونروا المخاوف في لبنان؟ هل من تداعيات على الداخل اللبناني لوقف تمويل الأونروا؟ بالتأكيد لأنه هذا يضع على المحق مصير اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان ولبنان المنهار اقتصاديا وبالتالي الذي يعاني ضغوط اقتصادية واجتماعية هذا اللاجئين الفلسطينيين سوف يشكلوا إذا حرموا من المساعدات التي تقدمها الأونروا سوف يشكل ضاغطا إضافيا عليهم هذا بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين يقيمون في دول الجوار المقلق في مسألة الأونروا وهذا على المستوى السياسي هو تزامن هذه الأزمة مع الأونروا وكالة الأمم المتحدة مع قرار المحكمة الدولية وبالتالي لابد للمراقب أن يلاحظ هذا الارتباط كما لو أن مسألة الأونروا مسيسة وهي انتقاد غير مباشر لسياسات وكلات العاملة تحت قبة الأمم المتحدة ولكن في المحصلة كما قلنا هذا سوف يكون لديه تداعيات كبيرة على دول الجوار يعني الأردن ولبنان بشكل أساسي لأنهم يعانون اليوم من وجود للاجئين فلسطينيين ومن شروط اقتصادية اجتماعية مرهقة نعم دكتور تلقي حماس بشكل إيجابي مقترح صفقة التبادل والهدنة لكنها لا تزال تدرس هذا المقترح في حال الوصول إلى هذه الهدنة والتبادل بين المحتجزين والأسرى هل برأيك ينعكس ذلك على المشهد اللبناني الإسرائيلي أم أن الجبهة اللبنانية الإسرائيلية منفصلة من وجهة النظر الإسرائيلية حتى اللحظة هذا سؤال مهم جدا أشارنا إلى جانب منه في جزء الأول من هذه المقابلة ما حدث في الاتفاق الذي حدث في نوفمبر الماضي انعكس بشكل إيجابي على الوضع اللبناني وهدأت الجبهة اللبنانية الإسرائيلية بشكل كامل لسيما أن حزب الله كان وضع إطارها أن هذه الجبهة فتحت لمساندة حماس وتخفيف الضغط عليها أما من وجهة نظر إسرائيلية الأمر مختلف تماما أصبح هناك ملفان في إسرائيل أو قضيتان أو أزمتان إنجاز التعبير أزمت الرهائن الموجودون في غزة وبالتالي هناك ضغوط هائلة على الحكومة الإسرائيلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف الحرب من أجل فتح المجال للمسار التفاودي من أجل الإفراج عن الرهائن هذه أزمة أولى أو ملف أول وهناك أيضا ملف ثاني الذي يتعلق بسكان المستوطنات الجليل الأعلى هناك أكثر من 80 ألف مواطن إسرائيلي يعيشون في هذه المناطق تركوا منازلهم وأيضا يقومون بضغط كبير على الحكومة الإسرائيلية يريدون العودة إلى ديارهم ولكنهم يخشون التهديد الذي يشكله حسب الله ولذلك الحكومة الإسرائيلية حتى الساعة تقول أنها تفضل الحل الدبلوماسي ولكن الحل الدبلوماسي لم يأتي وهم يقولون أن نافذة التوصل إلى حل دبلوماسي تتقلص وبالتالي هناك احتمال كبير لمحاولة فرض هذه التسوية بالطرق العسكرية يعني هذا ما يشكل أيضا ضغطا إضافيا وهناك مساران متلازمان ولكنهم مختلفان شكرا جزيلا لك ضيفي من بيروت مدير مركز مشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر شكرا جزيلا